تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط أبرمت شركة القابضة للنفط والغاز التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز مذكرة تفاهم مع شركة اير برودكت العالمية بهدف إجراء دراسات جدوى اقتصادية متكاملة متعلقة بإنشاء مشاريع صديقة للبيئة لتطوير اقتصاد الهايدروجين وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط أن التوسع في استخدام الهايدروجين والكربون أصبح توجها عالميا من أجل الحفاظ على البيئة وأن مملكة البحرين تشاطر دول العالم هذا الاهتمام من خلال إقامة منشأة برية لإنتاج النايدروجين والعمل على نشر الوعي المجتمعي بمزايا استخدامه من قبل أصحاب السيارات وأشار معاليه لأهمية مذكرة التفاهم في ظل ما تتمتع به الشركة العملاقة من خبرة في مجال الغازات الصناعية والغاز المسال وما لديها من سجل رائع في المنطقة والعالم في تقنيات تطوير الصناعات النفطية والتكريرية وجعلها صديقة للبيئة في الأثناء وقعت شركة القابضة للنفط والغاز التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز اتفاقية دراسة مشتركة مع شركة شيفرون الشرق الأوسط لتطوير الأعمال بتقنية الاتصال المرئي بهدف تقييم الطلب المستقبلي على الغاز في المملكة وتحديد مصادر الإمداد المحتملة لتلبية هذه المتطلبات ودعم سلسلة التوريد المستقبلية لمرفأ الغاز الطبيعي المسال وأعرب معالي وزير النفط عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة التي من شأنها أن تدعم جهود مملكة البحرين في تطوير قطاع الغاز الطبيعي على مستوى الانتاج والتوزيع وهو ما يعزز من دوره في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية وأحدث النظم التكنولوجية العالمية في هذا المجال وأشاد معالي الوزير بالعلاقة الوثيقة مع شركة شيفرون باعتباره إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في المنطقة وإحدى كبريات الشركات النفط والغاز العالمية في مجالات التنقيب وإنتاج وتوريد النفط والغاز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر